كشف موقع سايبر نيوز عن تسريب قاعدة بيانات بالضم 487 مليون رقم هاتف محمول لمستخدمي واتس آب من مختلف أنحاء العالم ليتم بيعها في الدارك ويب مقابل مبالغ كبيرة من المال ممكن توصل ل7000 دولار للرقم تتصدر مصر قائمة البيانات المسربة لأرقام هواتف بتخص 45 مليون مواطن مصري بعدين إيطاليا ل35 مليون مواطن والسعودية ل29 مليون مواطن علما أن تطبيق واتس آب عنده أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم وبتعود جميع الأرقام المعروضة لمستخدمي واتس آب نشطين ولم يحدد صاحب الإعلان على الدارك ويب كيف حصل على قاعدة البيانات لكنه وفضل صمت شركة ميتا وواتس آب ليس أمام المستخدمين سوى الحذر من أي مكالمات ورسائل من أرقام غير معروفة للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today اشتركوا في القناة